حكاية علماء عن المغرب الأقصى حكاية ليست جديدة يجب أن نعرف أول من يشتكى من المغرب هو مصنسا الذين يقرأون التاريخ القديم يجب أن يشتكى من أبناء عمومته في المغرب وأنهم سأساعدوا الرومان عليه وأنهم قطعوا عليه طريق التموين إلى أخير هذا عن مصنسا ثم من سلم يغرط إلى الرومان سهره زوج أخته سلمه هدية باردة سليمة إلى الرومان وقضية مغورة الزعيم الكبير جوعا في سجون رومان وإذا تقدم نحتاج إلى هذا الإسلام طيب دولة المرابطين أو خلافة المرابطين هيا من المغرب ولا من الصحراء الغربية يجب أن نقرأ التاريخ كما يجب أن يقرأ المرابطون من الصحراء الغربية فهم صنهاجة من الصحراء الغربية بدأوا توسعهم لأن في ذلك الفلسة ليس هناك حدود ما يعرفون الآن بالحدود الإقليمية وإلى جواز وإلى فيزا وإلى آخره المرابطون خرجوا من الصحراء الغربية فكوانوا خلافتهم الكبيرة جدا واحتلوا المغرب ثم احتلوا نصف من الجزائر استولوا على الجزائر إلى أن وصلوا إلى عاصمتنا وبنوا المسجد الكبير الذي هو موجود الآن هو داريون على وجودهم عندنا كثير من المؤرخين يتساءلوا لماذا لم يكمل المرابطون فتحهم نحو الشرق هو بسبب بسيط جدا لأن في بجاية كان توجد الدولة الحمادية والدولة الحمادية دولة صنهاجية فالمرابطون لم يحافظوا أرادوا أن يحافظوا على أبناء عممتين في بجاية ولهذا لم يهاجموا بجاية ولم تسقطوا بجاية في رد المرابطين ثم بعد ذلك نأتي إلى الخلافة الموحيدين لأنها علاقة دائما بعلاقة الجزائر مع المغرب خلافة الموحيدين أنشئت في الأطلس العالم مع المهدي بن تمرت ويكون مع الخليفة الثانية الوحيدة عبد المؤمن بن علي وابن علي بالعبد المؤمن بن علي من ندرومة يسمى التاريخين عبد المؤمن بن علي الكومي الندرومي هذا هو الاسم الخلافة انتقلت بعد الخليفة الأول فقط وهو المهدي بن تمرت ويكون هناك خلافة جزائرية الناصر والمنصور وابناء عبد المؤمن بن العالمي الكبار وخلافة الموحيدين هم جزائريون فإذن نسمع لو تقدمنا شيئا أو تأخرنا شيئا بولكين بن زيري أين مات يا أخوة أم اسمي الأن أنا بولغين بولغين أنا مات مات في طنجة وقبره في طنجة لأنه أراد يتمام الفتح الذي قامت به الدولة العبيدية عندما انتقلت إلى تونس وعندما انتقل الخليفة إلى مصر المواجد الدولة فأراده أن يتم الفتح ففتح المغرب ومات في طنجة إذن يعني علاقتنا بالمغرب ليس جديدة ليس بنت اليوم الصراع موجود منذ الأزل وأنا أذكر لكم مثال فقط صغير أحد علماء الجزائريين اسمه ابن قرقول من كبار علماء الحديث في القرن الخامس السادس الهجري هذا العالم الجزائري لم يعرف الجزائر عائلته انتقلت من البورا إلى الاندلس ولد في الاندلس وتعلم في الاندلس وتولى القضاء في الاندلس وتولى التدريس في الاندلس وفي المغرب الأقصى ومات في سنة في سنة 559 هجري عندما ترجعونا لكتب التاريخ ستجدون تعريفة هذا الرجل كما يلي ابن قرقول الحمزي الأشيري الوهراني الحمزي هي حمزة البوراة البوراة الاندلس اسمها حمزة لأنه كانت إمارات إمارات شريفية أساسها حمزة بن سليمان بن الحسن لآخره الأشيري هي عسمة زيان الزيريين والوهراني لماذا؟ هذا السيد لم يعرف الوهران يطلق إلا مورون فقط عندما يدخل الجزائر ويرجع الوسمو ولكن نسبة نفسها الوهران لأن الوهران هي الحد الحدود الأقصى للمغرب الأوسط مع المغرب الأقصى الرجل يريد أن يقول أنا جزائري أنا من المغرب الأوسط ذكرت وقد كنت أسمي جزائري وأنا من المغرب الأوسط إذن سرعنا مع إخواننا بكل أسف وحتى في أثناء الثورة يعني ليس الأمور هناك جيدة أنتقل الآن إلى النقطة الأزداد العظيمة هي قضية اللحمة الوطنية أو ما سمها هو بالجمهورية القبيلية ليس هناك جمهورية يا إخواني عندما ترجعون إلى الكتاب وهم مؤرخون أكبر مني لن تجد هذا الاسم قبل فرنسا إطلاقا إطلاقا وفي أي كتاب يقوم بالعربية أو بغير العربية المنطقة تسمى زواوة منطقة زواوة قبيلة من قبائل صنهاجة من الذي سم هؤلاء هذه المنطقة بالقبيل؟ هم فرنسا بداية التقسيم والتجزيع للوطن فأطلق علينا اسم القبيل وأنا قبيل ولكن أنا لا أستعمل هذه الكلمة حتى في كتاب علماء زواوة لم أستعملها إطلاقا لأنه كلمة استعمارية أنا أردت كل الكتب القديمة في التاريخ لم أجد هذا اسم وجدت كلمة واحدة في كتاب المعيار الذي يعرفه الإخوان المعيار الكتاب النوازل عندما يتكلم عند علماء بجائي وهو الترمساني يقول إخواننا أهل القبلة إخواننا أهل القبلة يعني بالنسبة للبجائي والترمسان هي من أهل القبلة أما يسمى قبيل هذا لا يسمى الآن في الصالونة قال نحن قبيل أولا طوال التاريخ هذا هذا الوجود لا يسمى هذا الكيان له وجود هذا أبدا كبار علماء أمنيين ثم نحن نحن في المطاقة الزواوة ثم نحن 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 الثورة الستة الذين أعلنوا ثورة أو الذين كتبوا بيان أبو نوفمبر يعني كذلك نتكلم عن اللحم الوطني كما أستاذ عظيمي تعرفوا ستكل أربعة من الشرق وثين قبيل هذا هو التاريخ بن بولعد بن مهيدي بوظياف وربح بيطات هذا من الشرق رابح بيطات من قسنطينة بوظياف المسيلة بن بولعد بن باتسنة والأخوة بن مهيدي من عين مليلة واثنين من هنا؟ كريم بالقاسم وددشموراد وددشموراد قبيلي من عاصمة وكريم بالقاسم قبيلي في جبل هل هناك محساسيات في هذا اسمه؟ ليس هناك أحد من المغرب ثم نأتي إلى توزيع القيادات أنا دائما أكرر هذا لأن الكثير من أخوان من تابوش أول قائد الولايات الثانية منه وددشموراد من يكون ددشموراد؟ هل هو من قسنطينة أو ميسكيكة أو من عينبة؟ وددشموراد من جزائر أول قائد الولايات الخامسة هو بن مهيدي من عين مليلة يا أخوة؟ أنا أعطيكم مثل آخر هنا من نظام الثورة هنا في الجزائر في العاصمة في منطقة متيجة سويداني بوجماع الآن هناك شارع كبير في الجزائر يسمى سويداني بوجماع من أين هو هذا السويداني بوجماع؟ هل تعرفون من هو؟ من قلمة من قلمة سويداني بوجماع من هنا؟ وهو الذي نظم الثورة في هذه المنطقة في منطقة العاصمة كلها لماذا؟ لأنها الجزائر أنا دائما أعطي مثال في أحد المعارك في بني وثيران دائما أذكرها والأخوة سمعوها مني في 17 جوان 57 معركة كبيرة في بني وثيران من جملة الناس التي تشاهدون على كل حال وأنا كنت في هذا الموجود ذكر وقت كنت في الجيش أذكر ثلاثة منهم واحد من عين صفرة هنا هي عين صفرة بريس بل بني وثيران واحد من سوق هراس ماذا جاء بسوق هراسة بني وثيران؟ واحد من الجيش هؤلاء الأخوة الثلاثة الذين يسمعوا بني وثيران قبل أن يطلقوا ولا يعرفون أين توجد ولكن هؤلاء بني وثيران هي الجزائر هذه هي الجزائر التي نعرفوها هذه هي الجزائر التي ورثنا عن أبائنا وأجدادنا أقرأوا كتب التاريخ كوليدا قبل أن وجود فرنسي تلقوا بعض النغامات التي نسمعها اليوم أبدا يطلقنا ورجع لقضية اللغة الدكتور يحييوي أشاري لقضية الحقيقة فرنسا القضية أنت أنا أخالفه شيئا ما ما هو القضاء على اللغة العربية لذاتها لأن اللغة العربية هي لغة الدين هي لغة الإسلام هي لغة القرآن أحد الكتاب الفرنسيين كتب قال المسألة الوطنية في تونس هي مسألة سياسية في المغرب هي مسألة سياسية في مصر هي مسألة سياسية في الجزائر هي مسألة دينية يمكن أن تتغلى بعد كل شيء بالقوائل الدين فلا يمكن أن تقهر العقيدة بأي سلاحي كان فإذن القضاء على اللغة العربية لأنها هي لغة الإسلام وفي الحديث الزكرة البئاوية للإحتلال الفرنسي ذكرنا على درجة ذلك الوقت لا يمكن أن يأخذ لها يدير خطاب يقول اليوم قد ولوا عهد الهلال من الجزائر نهائيا وأقبل عهد الصاليب نهائيا لا يوم القيامة لكن الشيخ بن بلديس رحمه الله كان ذاكي جدا لم يقوم برد الفعل العاطفي بعد سنة أنشاء أجمعية العلماء ليقولنا أنه هنا لم نزلنا هنا في الجزائر قضية اللغة خطر كثير من الأخوان أعتبروا هذا الشيء للسم أنا أعطيكم للمحاضرة على التطبيع اللغة العبرية اللغة العبرية لغة ميتة منذ القرن السادس قبل الميلاد منذ احتلال نبخذ نصر الأشوري لفلسطين وأخذ الشعب اليهودي كله الشعب اليهودي ليس نساء ولا أرجاء كله شعب اليهودي كله منذ ذلك الوقت القرن السادس قبل الميلاد تعتبر اللغة العبرية ميتة لا تستعمل إلا الصلاوات في سنة 1881 يا إخوة ما نقرأوا تاريخ مليح يهودي واحد من بولونيا اسمه إليعزير بن يهودة هذا إليعزير بن يهودة يمثل وجه الثقافي للحركة الصهيونية عنده شعار لا أمة بدون لغة لا أمة بدون لغة وهاجر إلى فرصي في سنة 1881 هو ومرته ولد وعنده ولد واحد وعندما وصل إلى فرسطين حرم على نفسه استعمال أي لغة إلا لغة العبرية لا في بيته ولا في شعر ولا بأولده والحاكمات اليهود اشتاكوا منهم حتى لدي الخليفة العثماني قالوا هذا الرجل يهين اللغة المقدسة يستعملها في حياته اليومية الخليفة قالوا من هذه الأمور الخاطئين هذا اليهودي الوحيد يا إخوة بدأ يضع المؤهجم العبري الحديث لموجود حاليا يجيب التلمود التلمود تعرفوا التلمود هي مجموع التوراة الثقافي الإسرائيلي كل والتوراة بأسفارها الخمسة والأسفار لأن التوراة تعمس فيها خمس أسفار والأسفار الأنبياء الأخرين لتعبني إسرائيل والقاموس المحيط والرسل العرب فوق الطولة قال هذه وسمها يحوس عليها في التلمود من القهاشة ويحوس عليها في التوراة من القهاشة يقلب الصفحاته على قاموس المحيط أو السلسل العرب لأن اللغتين شقيقتان اللغة العبرية واللغة العربية شقيقتان من أصل واحد يسميها الوسم في سنة 1925 هذا السيد هذا يهودي هذا توفيه في 1925 ترك المعجم الصهيوني في تسع أجزاء المعجم العبري الآن أخيرا المعجم الإسرائيلي العبري الحديث وصل إلى 25 جزء هذا شخص واحد يا أخوان نحنا بكل أسف نحنا أمة كاملة تنزلت عن لغتها تنزلت عن ثقافتها وصلوا أحتى النساء هنا في البيت يعلمنا أبناء هنا ما هذا هذا مسخون ليش له مثيل الأم تتكلهم الجزائرية تتكلهم أبناء في البيت باللغة الفرنسية ما هذا أعطيكم مثال في سوريا سوريا دخلتها فرنسا في سنة 1919 وخالص من سنة 1945 فرنسا عملت في سوريا فرط لغة الفرنسية ماذا فعل السوريون بعد خارج فرنسا بعد الجلع حرموا استعمال لغة الفرنسية في أي مكان لا في المدارس لا في الإدارة ممنوع استعمال لغة الفرنسية ممنوع منع بات القانون يا أمر الدولة ممنوع منع بات القانون ممنوع منع بات القانون منع بات القانون في 14 نوفمبر 62 تحت عنوان تعريب الأمخاخ وقلوب قبل تعريب الوصول ماذا يقول مردقاش وقت يشخوا فيها أهل 62 يعني بعد استعادة السيادة الوطنية بشهور يقول هالناس اللي يحملوا اللغة الفرنسية هؤلاء القوم لا يستحون أنهم يجهلون لغتهم وإنما يتبجحون بذلك هكذا بالكلام وهم قد استطاعوا بكل أسف انستلاء على دول بالدولة وهؤلاء القوم هم هم مثل ندودة في جسم الجزائر فإن لم تقطعها قتلتك هذا هذا كتاب ملقاسم في مسجرة مقراطة وفي جريدة المجاهد العربية